وبكل فخر قولوا لأبنائكم هذا محمد قولوا لأبنائكم هذا محمد يوم وصفه العربي وقال هذا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فعل ابن مالك ابن النظر ابن جلالة ابن خزيمة ابن مديكة ابن إلياس ابن مضر ابن نظار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعين ابن إبراهيم ابن تالخ ابن شالخ ابن عابرة ابن فالغ ابن ناحورة ابن يعرب ابن قحطان ابن زميدي ابن عادية ابن مضادي ابن عمري ابن عرفق شيل ابن سان ما شاء الله حبك يا عصول الله لعمري لقد كلفت وشدا بأحمدي وإخوتي دأب المحب المواصلي فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن ولاه دب المشاكل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسوا الحكام عند التنادلي كريم حليم عادل غير طائش نيوالي إلها ليس عنه بغافلي فأيده رب العباد بنصيه ودرد نعقه غير نصيه صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لها صفيه لي قالت يا أبا معبد رأيت رجلا ضاهر الوضاء حزن الخلق مليح الوجه لم تعبه ثجله ولم تذر به صعله هو قسيم وسيم رأيته أزجة أقرن أحور أكحل في عينيه داج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سمى وعلاه الباء حلول منطق فضل لا در ولا نذر كأن منطقه قرزات نضم ينحدر فوابها الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير لا تنساه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر أمدر التلاتة وجهة وأحسنهم قدا غصن بين غصنين له رفقاء إذا تكلم استمعوا لكلامه وإذا أمر ابتدروا لأمره فهو محفوظ محشود غير عابس ولا مفن فهز الرجل الدكي رأسه وقال يا ويلك أو تعلمين من هو؟ قالت ومن هو؟ قال لا هذا محمد هذا ضائب قريش وبكل فخر ومن آمنة إلى حواء وبكل فخر قولوا لأبنائكم هذا محمد